قافة اجتماعية عشانها فكرة أننا نتكلم على الناس ونحاول نتدخل في شؤونهم ونعرف تفاصيل حياتهم بداية فكرة الحفاظ على العرض وعلى الخصوصية في ضوء الشرع القرآني والحديث النبوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقدارك العظيم وبعد بالنسبة لموضوع التجسس طبعا ده موضوع خطير جدا بترتب عليه يعني زي ما احنا بنقول كوارث كوارث كبيرة تؤدي إلى هدم الأسرة وهدم البيت ربنا سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم نص واضح وصريح يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم انظر حضرتك لهذا النص كأنه بيقول للشخص اللي بيتجسس أو يتحمل هذه الآفة وهو مثقل بها في نفسه وفي ذاته وفي روحه كأنه بيأكل لحم أخيه ميتا بيأتي بلحم ميت ويأكلها العياذ بالله تشبيه في غاية القوة وفي غاية الفضاعة من أجل إن الإنسان يبتعد عن هذه الصفة الزميم ولو نظرنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا نص الحديث ده متفق عليه فالعلماء قالوا التجسس والتحسس الفرق بينهم التجسس هو أن يتتبع العورات والتحسس أن يستمع إلى الزلات يبقى التحسس هو الاستماع إنه واحد يفضل يتكلم وحضرتك تستمع يتكلم على حد طبعا إيه ده يعني حتى لو أنا بس بس نعم لازم أوقف الحديث طبعا لأن العلماء قالوا إن التجسس والتحسس بمعنى واحد وبعضهم فرق قال زي ما احنا قلنا مجرد الاستماع ده يدخل في باب التجسس علي إسم لأن أستمع لحديث عن شخص موجود نعم ده في حاجة كمان عاوزين نقولها لحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاستماع ونهى عن التلصص فقال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ويفرون منه صب في أذنه الآنك يعني الرصاص المزاب والعياذ بالله يوم القيامة يعني معنى كده إن الإنسان ما ينفعش يسمع حاجة مش كويس عن حد أو يتلصص على حد اللي احنا بنسميها كده يقف ورا الباب ويسمع هو بيقول إيه ويتخفى من أجل إن هو ينقل أخبار الناس تشبيه عزيزي لا لا ما بقاش محتاج يعمل كده دلوقتي الأعداد بقت الموضوع أصعب تشبيه عزيزي